اشتركوا في القناة هذه أول لقاء كنديره في الربط ولكن التقينا أكثر من مرة منها في مراكش ومنها على هامش اجتماعات إقليمية ودولية ولكن هذا أول لقاء الذي يكون هناك بشكل رسمي في مقر وزارة الخارجية مرحبا بك أخي العزيز لقاءنا كيجي في إطار العلاقات المتينة القوية والمتجدرة بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا علاقات كانت دائما قائمة على الاحترام المتبادل على التضامن وعلى التعاون الزيارة اللي قم بها جلالة الملك محمد السادس إلى غينيا أكثر من مرة ساهمت بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها اليوم علاقتنا هي علاقات مداجية في كل مجالات كان هناك تشاور دائم كان هناك تنصيق في مجموعة من القضايا وكان هناك تعاون من خلال مجموعة من المشاريع اللي كان أطلقها جلالة الملك محمد السادس خلال الزيارة إلى كونكري وآخرها كانت في 2016 و2017 علاقتنا اليوم كذلك قائمة على مساندة بعضنا البعض والمغرب وجلالة الملك والمغاربة كيقدروا المواقف التابعة لغينيا من قضية الصحراء المغربية والتي كانت دائما موقف داعم وموقف متضامن والمغرب في نفس الوقت كيوقف بجانب غينيا في كل مراحل من تاريخها وهو اليوم يقف إلى جانب غينيا والشعب الغيني فهذه المرحلة المهمة من طريقها الحديث لدعم الاستقرار ودعم التنمية في هذا البلد الإفريقي الشقيق تفقنا خلال اجتماعنا اليوم على أننا نفعل آليات التعاون التنائية المتوفرة من آليات الحوار السياسي ومن آليات اللجنة المشتركة وسنعقدون اللجنة المشتركة إن شاء الله في مدينة الداخلة في شهر يوليوز المقبل لتكون واحد المناسبة لكي نوقع الاتفاقيات في مجال التعاون وكي نتفقع لمجموعة من المبادرات لتعزيز العلاقات بين البلدين المغرب يتابع بثقة التطورات في غينيا يعتبر بأن الشعب الغيني والقيادة الغينية عندهم من الحكمة وعندهم من المعرفة وعندهم من الإمكانيات لا يخليهم أنهم يتجاوبوا مع تطلعات الشعب الغيني لتحقيق الاستقرار لتحقيق التنمية في إطار الوحدة الوطنية لهذا البلد المغرب وجرات الملكة دائما حارس على أن العلاقة والتعاون تبقى دائما مستمرة وتكون التعزيز بشكل دائم مهما كانت الظروف ومهما كانت التغييرات وهو الأمر الذي كاين اليوم مجال للتكوين هو مجال مهم في علاقتنا التنائية واليوم وصلنا إلى 250 منحة سنويا لتكوين الطلبة الغينيين في المغرب نتقلنا اليوم تزادة 20 منحة إضافية ولو 50 في تكوين المهني ميو 50 في تكوين الأكاديمي وخمسين منحة تكوين في الأقاديم الجنوبية في معاهد تكوين بالداخلة وبيلعيون تاليفة غينية اليوم هي من الدول الأكثر استفادة من منح تكوين اللي كيعطيها المغرب لأشقاءه في القارة الإفريقية وغادي نعمله باش أن هذا التكوين يكون منسجب مع الأولويات اللي عندنا في التعاون الثنائي وفي القطاعات اللي كاتتهمنا تفقنا أنا وأخي معالي الوزير على أننا نشجع زيارات الوزراء القطاعيين أن زملائنا في قطاعات المهمة متأديل التعاون سواء في قطاع الفلحة سواء في قطاع الصناعة في قطاع المعادن يطوروا العلاقات ويديروا زيارات متبادلة باش نوقفوا على الفرص والإمكانيات المتوفرة في إطار تعزيز التعاون القطاعي هذا يكون كذلك تستوير للتعاون القرصلي باش أنه يبقى دائماً هذا العنصر البشري رابط أساسي في العلاقة بين البلدين في إطار العلاقات اللي كانت دائماً موجودة بين الشعبين المغربي والغيني وفي إطار دعم كل الزيارات سواء في المجال الصحي في المجال الاقتصادي أو في المجال السياحي بين البلدين إذن هذه الزيارة اللي غا تشكل واحد المنطلق لتحضير لزيارات قطاعية أخرى البيان المشارك اللي وقعد عليه كيشكل خارطة طريق العمل في الفطرة المقبلة وكي أكد على المواقف التابتة للبلدين للتعاون في إطار الرؤية التي يريدها جراد الملك محمد السادس لعلاقات جنوب جنوب لعلاقات بين الدول الإفريقية متضامنة ملموسة وإيجابية وفي انسجام كذلك مع طموح فخامة رئيس جمهورية غينيا سألتنوني على المواقف التابتين سألتنوني على المشاركة وإعجابية مع المترجمات وإعجابية المترجمات شكرا جزيلا لطموح فخامة مستمتعوني شكرا جزيلا لطموح فخامة وإفاقية جدا وإنهار أيضا لطموح فخامة أعلم في السمع المنزل لابدف ي 신 سيد محمد 6 إلى محلل شيwell وفي أدفعة الفي emن وعملة للتذرة ومن سمية منها أحد محلل لقد تقرأيك الروى المحمد VI وحتى الله نشابه ونحن الوصول على التالك من تقرأيه ونحن نشأل العربة نجد نحن لدينا ممنوم أولا يiftyنا رئيس نحن نشأل العزية من علمنا نظامنا نحن نصارحت نجوم نجد نحن البس دلتان المنظمين المجتمع والعبور سرعة جدا. من نجل ان تقلان هذه المنظمة مسؤولة الرجى المعبورة التي ستجدت من هذا الجهة. انها تقلان قام بها خالفتر لك ، من المسؤولة التي ستجدوا أن تقلون هذا الجهة. وإنما تقلال قبل، فهوةこれで اخذها البشر، ومن خلال اختبار قوت سرعة من المنظمين ، ومن المنظمين المعبورة لنجب ، ممتعاة في المدينة المدينة في المرحلة في المدينة. نحن نمتع في عجزة الجزء في مجهور المدينة ستركنيات مدينة ويجاء تتركز ويجاء تتركز ويجاء تتركز ويجاء يتركز. نحن نتحدى أفراد الآن. أعلى ذلك، ستطرح من المدينة. عندما أتحدث أنني أحد الوزولة في المدينة ورسالة في القدرة لكبرتكات المتعدة للحلح للحصول على المعارضة ومن ثم يبدأ بالمرحل وقام بالأسفة ومعه في حقاً بممدي ومن ثماني مميزم وإيقالات معهم ومن ثماني ادفع ومرأس في القدرة التي جاءت بيشاركات فيها نحن الاضطور لدينا جد العلال يمكنك أن يكون هناك مختلفة في المعاملين والمعارضة المعارضة وهو المعارضة وهو سيكون أهمية ويجب أن يقولون أنه من المجموعة، فينا كم منهم يفعلونهم في المعارضة في المعارضة وهو ليس كذلك من أن ينجح أعطل المدينة في مستوى المعارضة من يدعون على أجل تحديد من المدينة ونشأل بمارك الأطفل العالمي وأن أجل الناس بمعارض المشاركة ويثبت أن نتحدث على المشاركة ومعارض المشاركة في اليوم فالجميع جديد أنت هي المشاركة يستمر أن المشاركة بشكل مع المشاركة لدينا مختلفة على هذا المثال الإمتعي من المجتمع سنة للقناة في المتقبضة والمعركة والإمتعي قد تكون نحن 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 نطرقها ثم نحن نتقضي ويجب أن نحن نحن نعيش constitue le cadre exclusif de discussion sur le différent. Je parle bien de différent sur le SAR. Et ce cadre exclusif demande à ceux qui lient des propositions concrètes, pratiques, réalistes et réalisables. Aujourd'hui, la seule initiative qui respecte cela, qui soit pratique, réalisable, réaliste, la seule qui existe aujourd'hui, c'est l'initiative marocaine, c'est l'autonomie. Alors, on y va. Puisque les Nations Unies disent qu'il faut un projet, il faut une proposition réaliste, pragmatique, alors elle est là, cette proposition, cette autonomie que la Guinée soutient. Donc, nous, l'envoie d'appel aux Nations Unies pour qu'on avance dans ce domaine et que l'on dépasse là pour aller directement à l'intégrité de ce pays pour que le développement soit encore plus accéléré et qu'il soit débarrassé de quelques difficultés inutiles qu'il y a souvent. Ensuite, je voudrais dire que dans... il y a un domaine important, ce sont les voyages entre nos deux pays. Je voudrais remercier et son excellence, M. le ministre, mon très cher frère, d'avoir écouté d'une oreille attentive notre demande d'alléger les voyages. Vous savez qu'il y a l'autorisation électronique de voyages au Maroc, l'AEVM, qui bloque beaucoup de Guinéens. Et nous avons discuté, et je pense que dans les deux jours qui suivent, M. le ministre a donné des instructions pour qu'on puisse discuter de cela rapidement, pour que la Guinée et le Maroc puissent arriver à un contrôle des deux côtés et que ce phénomène puisse être balayé et que l'on ait la maîtrise des voyages de part et d'autre. Je voudrais remercier son excellence, M. le ministre, pour cela. Et les cartes de séjour aussi. Le ministre a donné des instructions pour que l'examen du renouvellement des cartes de séjour soit rendu rapide et j'ai donné aussi des gages que la Guinée jouera sa partition pour que la Guinée ne soit pas un pourvoyeur de personnes non désirées. Nous allons tout faire pour mettre un contrôle sur tout cela et pour que nos relations restent saines. Alors, je voudrais encore une fois au nom de son excellence le colonel Mamadi Doumouya remercier Sa Majesté le roi, remercier le gouvernement marocain et remercier mon frère, mon très cher frère, ministre des Affaires étrangères pour cet accueil chaleureux, fraternel qui m'a été réservé à moi et à ma délégation. Je serai porteur de cela à son excellence le colonel Mamadi Doumouya. Monsieur le ministre, CEDEAO, Union africaine, la Guinée est en phase. Nous avons signé un accord avec la CEDEAO. Tout est en place. Nous sommes en train de mettre en oeuvre cet accord et le président y tient. Il a donné des gages mais je dois mettre l'accent sur le fait que ce sont des propositions guinéennes qui ont été enterrinées par la CEDEAO. Nous ne travaillons pas sous pression, et nous travaillons sous la fraternité et les accords. Excellences, Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur Nasser Boleta, ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine des Marocains résidents étrangers et Son Excellence, Monsieur Mourizanda Kouyate, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des guinéens établis à l'étranger vont procéder à la signature d'un communiqué conjoint. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada